يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذرون النؤمن لكم قد لبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجز ومأواهم جهن مجزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجذر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مضرما ويتربص بكم التوائد ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعلمهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذلوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصر عليهم إن صلاتك سكر لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المكمنين وإرصادا لمن حارم الله ورسوله من قبل وليحرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ويضوان خير أفمن أسس بنيانه على شفا جرف نهار فنهار به في نار جهن والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي منوا ريمة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشتغى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا في بيعكم الذي ما يعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائمون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والنهارون عن المنكر والحافظون لحيود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرما من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبغرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الظحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ولا ملجى من الله إلا إليه ثم تاب عليهم بليته إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم وعن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمع ولا نصن ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِرُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِنُوا فِيكُمْ غِلْضَةِ وَاعْلَمُوا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمِتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضًا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلْ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَكْرُونَ أَوَلَا هُمْ يَتْذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَرُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِمَا عَلِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مُرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ لَهُمْ قَدْ مَصِدْقٍ عَنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ بِيهِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُنَبِّرُ الْأَمْرِ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِذْنِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونُهُ أَفَلَا تَدَكَّوْنُ إِلَيْهِ مَرْدِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَبِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُونَ هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمنوا بها والذين هم عن آياتنا غافرون أولئك مقواه النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجن الله للناس الشر واستعدا لهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في تغيانهم يعمهم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضر وهو مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسة كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم دعناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن وإذا لا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يظهرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عظي عند الله قل لتنبعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشري وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرى أمستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرى ومكرى إن رسلنا يكتمون ما تمكرون هو الذي يسيركم في المر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم البول من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هادهين نكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا موضعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تظن من الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجوهم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون قل من يردقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أم من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تتفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يا حق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا غنى إن الله لا يغني من الحق شيئا إن الله عليهم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تقويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم المفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبسرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويغيب يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعتهم من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مبتدين وإما نرينك بعض الذين علموا نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولوا لمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه الوجر أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إذا ربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويبيت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم وعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدون ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فدعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصدر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا قوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبذيل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفون واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجل إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك ودعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوه بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة الانذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كثبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وآرون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مدرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وزدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بالمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُصْرِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنوا وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا وعلى الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ووحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتهم واجعلوا بيوتكم طبلة وأقيموا الصلاة ومشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليغلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدل على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أديبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في الرعون وجنوده بضيا وعدوى حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بلو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بمدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيلا بوأ صدقهم ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإذا كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قو يولس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعله رجز على الذين لا يعقلون قل ينظروا هذا في السماوات والأرض وما تؤمن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بالغر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يرحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبيل ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم تهو إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويبتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرضعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستقفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور